هذه الفتاة ليست كما تبدو ظاهريا ففي الحقيقة هي أو هو زعيم عصابة في البرازيل حاول الفرار من سجن في ريو دي جانيرو عبر التنكر على هيئة ابنته المراهقة وقالت السلطات البرازيلية هذا الأسبوع إن زعيم العصابة واسمه كلاوفينو داسيلفا ارتدى ملابس ابنته التي كانت تزوره هذا اليوم مع شعر مستعار وقناع مصنوع من السيليكون محاولا مغافلة الحراس للهرب من سجن جيريسينو لكن محاولته بائت بالفشل عندما شك الحراس في أمره بسبب توتره وتصرفاته المرتبكة وكان يبدو أن خطة داسيلفا تتضمن ترك ابنته البالغة من العمر 19 عاما في السجن وهو ما دفع الشرطة إلى التحقيق في دورها المحتمل كشريكة في هذا المخطط وبعد إحباط هذه الحيلة الماكرة جرى نقل داسيلفا إلى سجن شديد الحراسة حيث من المرجح أن يواجه إجراءات تأديبية ووفقا للسلطات فإن داسيلفا زعيم في عصابة القيادة الحمراء وهي واحدة من أخطر عصابات تهريب المخدرات في البرازيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر